مرحبا، أنا طارق وهي حلقة جديدة من برنامجي بكل حلقة سأعرفون أكثر على نجمي من النجمات الغناء العربية وسنرى أفضل خمس أغاني قدمتها المطربي ضمن توب فايف على زولي حلقتنا اليوم ستكون عن النجمي اللبناني نجوة كرم إنما قبل ما أبدأ، ضروري أطلب منكم تشتركوا بقناة إنما على اليوتيوب من خلال الضغط على زر سبسكرايب نجوة كرم أولى كرم من موليد مدينة زحلي باللبقاعة اللبناني ب 26 شباط فبراير 1966 وهي عاشت طفولتها بزحلي وتعلمت فيها وكان عندها أخة وحدي وثلاث أخوة وهي الأصغر بين أخوتها بعد حصولها على شهادة البكالوريا فرع الفلسفي اشتغلت نجوة كرم معلمي لسنتين بمدرسة بزحلي وكانت تعلم أكثر من مادة ومن بينها الجغرافيا عرفت نجوة كرم بين أهله وأصدقائه بجمال صوته وأوته لهيك لما انطلق برنامج الهوات ليعلل لبنان على تلفزيون لبنان بال1985 اخترحت علي خالتها أن تتقدم للبرنامج وتجرب حظه وبالفعل هذا اللي صار وراحت نجوة كرم على بيروت من دون علم أبوه وشاركت بالبرنامج عن فئة اللون الفلكلوري اللبناني وحصلت على الميدالية الدهبية فتركت شغلة كمعلمة وتفرغت للفن بعد ما أخذ أبوه وعد منه أن تكون محافظة ومسؤولة باختيارها بعد ليالي لبنان درست نجوة كرم الموسيقى لمدة أربع سنين بمعهد الموسيقى واتلمتت على إيدين الحنان زكي ناصيف والأستاذ فؤاد عواد أول أغنية لنجوة كرم بعد احترافها كانت على العلالة وهي كانت تغنية بحفلات زحلة ونظرا لنجاحها سجلتها بالستوديو أطلقت نجوة كرم بال1989 أول ألبوم إلى بعنوان يا حباير إنما الخطوة الأولى إلى نحو النجومية كانت مع الألبوم الثاني شمس الغني يلي صار كمان لقبط بتقول نجوة كرم أن المطرب اللبناني الراحل سمير يزبك كان له فضل كبير بمسيرته الفنية وهو نصح تحافظ على الصحيته بالدرجة الأولى ومن بعد تحافظ على فنه بسنة الألفين فاجئت نجوة كرم جمهورة بخبر زواجها من متعاهد الحفلات اللبناني يوسف حرب وهو زواج سبب مشكلة لنجوة كرم مع عائلته إنما هالزواج ما صمد أكتر من سنتين نجوة كرم دارس العزف على العود كما أنه تعرف تعزف على الأورج إنما ع السماء قالت نجوة كرم بحديث تلفزيوني قديم أن الكلمة المصرية فيها سلاسة أكتر من الكلمة اللبنانية رغم أنها لم تغنيت ولا مرة لحد الـ 2018 باللهجة المصرية وهلأ صار الوقت أني أعرفكم على ترتيب الخاص لأجمل خمس أغاني قدمتهم نجوة كرم ما بين 1995 و 2005 بالمرتبة الخامسة ما بسمحلة بالمرتبة الرابعة حظي حلو بالمرتبة الثالثة ما حدا لحدا ما قادا لحدا يا حبيب ما حدا أهلا حدا بالمرتبة الثانية تهموني أنو يا معانو خطار أنو شع على القدار وبالمرتبة الأولى مغرومة الغياء مغرومة يا إنه من سيعرفاني وبنهاية الحلقة لا تنسوا تشتركوا بقناة إنما على يوتيوب من خلال الضغط على زر سبسكرايب ويا ريت إنكم تعملوا شير له الفيديو على كل مواقع التواصل الاجتماعي تشوفكم